السلام عليكم اهلا ومرحبا بكم عندي قراءات لعزيزي برج العذراء الشمسي والقمر والطالع ولا تنسوا انها قراءة معممة قد تنطبق على البعض منكم جزئيا او كليا وقد لا تنطبق على البعض الاخر لذلك اتركوا خذوا ما ترتحون اليه من الرسالة وخليوا الباقي يرحل يرجع للكون بسلام فهناك برج عذراء اخر يحتاج لهذه القراءة ولا تنسوا استشارات برجكم الطالع او الشمسي والقمر وهي قراءة للكل للنساء والرجال وخف للكل لنبدأ نخليوا الرسائل ونرى ما هي قراءة برج العذراء هذا الشهر شهر جوان يونيو او حزيلان بسم الله نتمنى لكم حد سعيد حد سعيد حد سعيد يا ربي الحبيب وبسم الله طاقتك عزيزي برج العذراء هي الحركة الرحيل الصفر هذا الشهر نعم البعض منكم سيرحل ربما يعني تغيير السكن لكن ارى كذلك صفر ربما صفر يعني للمتعة ديفاكونس غادي تاخده لفاكونس وغادي تصفره وكذلك البعض الاخر يعني رحيل الى بلد حتى الى بلد اخر عزيزي برج العذراء البعض منكم تعملون في مجال التعليم او الخياطة ومن ليس لديه عمل في هذا الشهر فهناك فرصة جميلة فرصة عمل في مجال السياحة بالنسبة لي المتزوجين ارى اه برج العذراء زوجة او زوج كتعمل للنهار يعني تشتغل كثيرا تشتغل داخل وخارج البيت يعني انا اتكلم مع المرأة والرجل برج العذراء سواء كان زوج او زوجة هذا اه يعني برج العذراء الزوج المتزوج يعمل ليلة نهار وكل يعني كي نضبكري ربما يستيقظ باكرا ربما في الساعة السابعة صباحا نعم وكل همه في الحياة او همها في الحياة هو اسعاد زوجها وابنائها والعكس هو الصحيح يعني الزوج الذي برجه العذراء زوج العذراء فهمتني اياك انا اتكلم مع النساء والرجال لكن يسهل علي ان اتكلم مع النساء لكن انا اتكلم عن طاقة برج العذراء يعني رجل ذكر وانثة واخا اذا الزوجة العذراء تقوم باكرا تستيقظ ربما في السابعة صباحا وتشتغل في البيت وتشتغل حتى خارج البيت نعم وهمها وهدفها الواحد في الحياة هو اسعاد زوجها وحماية والعناية ببيتها وابنائها هذه هي حياة المتزوجين برج العذراء واراء حياة اتبارت الله يعني ما شاء الله فيها خير ورزق واحترام كبير هذا زوج العذراء يقدر ويحب زوجته زوجته نعم ويقدرها ويعرف انها كنز ثامن والعكس هو الصحيح يعني زوجته برج العذراء تقدر زوجها تحترمه تحبه يعني حياة عائلية اسرية جميلة بزاف واطفال يعني سعاداء ابناء سعاداء وهذا الرجل والمرأة يعني ستان جروب جروب يعني تخفو نعم يعني كباش كنقولو بالعربية فرقة نعم فرقة جروب هو فرقة يعني تكونان فرقة قوية يجمعها يعني رابط الحب والاحترام ويعني هدفك ما هو العناية بزوجتك او نعم وابنائك وببيتك واراء حياة اسرية جميلة بزاف هذا كل ما ارى في ما يتعلق المتزوجين واحترامهم وحياة جميلة بزاف وفرح ورزق نعم ما تقولوه القرد يعني رزق آآ وحياة هانئة وجميلة لنسبة للمرتبطين هناك نعم حب هناك حب حب جميل هناك حب جميل وكذلك تريدون الاستقرار تريدون الاستقرار لكن هناك يعني طاقة 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 سلبية ربما هي العائلة يعني لا تقبل هذه هذه العلاقة ربما امك انت او امها هي لا تقبلها لكن انا ارى حب صافي بالنسبة للمرتبطين وتقتكما هي المرتبطين فقط ترابية وهوائية ترابية يعني فور وجدي وعذراء مثلك او هوائية ميزان دلو وجوزاء نعم بالنسبة للمرتبطين ارى حب جميل وصافي لكن ربما هناك طاقة سلبية تريد ان ان تنهي هذه العلاقة بالنسبة للعزاب بالنسبة للعزاب ارى فرصة سماوية وصول حبيب وصول شخص مميز جدا جدا لكن سبحان الله يعني طاقتك انت عزيزي برج العذراء هو الرحيل الرحيل والاماكن البعيدة لان هذا الشخص بالنسبة للعزاب هذا الشخص الذي سيصل الى حياتك هو من مكان اخر ربما من بلد اخر نعم وستتعرف عليه اما انت ستسافر ربما ستذهب لزيارة الاقارب يعني ردي تمشي تشوف حبابك اما خلتك او عمتك وستتعرف على هذا الشخص اه هناك او اذا كنت تعمل هذا الانسان سيصل هو رفق جديد في العمل وغادي تتعرف عليه وغادي يعني غادي تبني علاقة زوينة وجميلة نعم نعم علاقة جميلة هذا قط الاستقرار نعم لنواصل لكن هناك خوف هناك خوف من هذه العلاقة انت يعني هذه كرت الدموع ربما هذا الانسان سيرحل من جديد لبلده او انت ستعود لبلدك وهذا الانسان سيبقى في بلده لكن ارى يعني هناك مسافات بيناتكم وهناك دموع دموع الحزن يعني ستبكي على هذا الانسان او تبكي يعني ربما انت تعرفت على هذا الانسان ويعني كتبكي لي انه بعيد نعم من جديد هذا الانسان بعيد هذا ما ارى هذا ما ارى نعم والان لنواصل يعني لا يمكنني يعني ساتكلم عن المنفصلين 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 ارى ربما هذا الانسان مع شخص اخر هناك ربما انفصلتم بسبب خيانة اه وهذا الانسان الان هو مع شخص اخر او حتى انه متزوج هناك اطفال لكنه غير سعيد هذا الانسان غير سعيد غير سعيد هو يظهر صورة كاذبة يعني شاشة فقط ما ترى اذا كنت يعني ترى فهو ليس سعيد في الحقيقة ليس سعيد وربما هو مع هذا الطرف الاخر ربما لأسباب مادية او ربما لان هناك اطفال نعم انت طاقتك هي حزن وطاقته كذلك هي الحزن عزيزي اه برج العضراء المنفصل ارى طاقتك انت هي الحب والحزن وطاقته كذلك لكن هذا الكرت كرت مهم جدا هذه رسالة مهمة جدا هذه الرسالة تقول لك عزيزي انك عليك تنظيف عليك تنظيف عقلك من كل السلبيات لانك تعيش في الذكريات في ذكريات الماضي نعم تعيش في ذكريات الماضي وهذا يرفع من دبدبات الحزن لذلك عليك التخلي لماذا يجب ان تتخلى لان هناك شخص شخص اخر سيصل الى حياتك ويهيب لك ما تستحقه انت وما لم يعطيك الحب الاخر نعم الحب الاخر كلنا ان طاقته هي ترابية وهوائية والحب الجديد طاقته مائية او ترابية من جديد واخر نعم هذا ما ارى ارى طاقة ترابية هوائية ومائية انتما شوفوا يعني من لدي من هي طاقته الحبب الاول او الذي سيصل لكن انا ارى انسان جد وحكيم سيصل الى حياتك لشفائك هذا الانسان يعني هو بمثابة شفاء روحي بالنسبة لك هذا الانسان طبيبك عزيزي هذا ما تقول هذا الكرد المهمة هو طبيبك الروحي نعم ستفرح كثيرا مع هذا الشخص لا شوفوا الاستقرار والحب الاستقرار والحب لكن هذه الكرد تقول لك انك يجب ان ان تنظف يعني ان تنظف روحك من طاقت السلبية وهذه الذكريات ولا تتشبث بالماضي وان تنسى وان تنفصل عنه تماما لانكما انتم منفصلا يعني انتم يعني جسديا انتم منفصلا لكنكم خسكم يعني تنفصل يجب ان تنفصل روحيا يعني تنساه يجب ان تنساه هذا الانسان لانك اذا لم تنسى هذا الانسان فلن يصل يعني الكون لن يرسل لك هذا يعني هذا الحب الحقيقي هذا الانسان المخلص هذا الانسان الحاكم الذي يهيب لك ما تحتاجه انت ما تستحقه انت لان هذا الانسان يراك انت يعني يراك يعني يرا فيك الجمل الداخلي والخارجي بشكل مبالغ يعني هو يحب فيك يوبك وفضائلك يحبك كما يعني كما انت وهذا هو الحب الحقيقي يحبك كما يعني كما انت كما انت نعم كيف يبغيك كما كنت قبيح واللازوين كيف يبغيك يعني يحب طبيعتك يعني كيف كما خلقك الله هذا هو الحب الحقيقي وهذا ما سيصلك لكن عليك أن تتخلى وتستغني عن الآخر أن تنساه يجب أن تنساه لكي تسمح للسماء أن تبعث لك هذا الحب الجميل حبيب الروح هذا حبيب الروح هذا سيعطيك ما تستحقه ليس الآخر الآخر إنساه لكن كما أقول دائما الاستغناء لكن بالسلام يجب أن نتصرف كما يتصرف الكون معنا يعني بهدوء الاستغناء بسلام بحب نعم بحب مهما أساء إليك حتى وإن كانت هناك خيانة وخبكك يعني بكك حتى من رضك هذا الإنسان يعني ظلمك كثيرا يعني كانت علاقة سلبية بزف وعنيت كثيرا وبكيت بزف لكن رغم ذلك سامحي واغفري له وأرسلي له كل طاقتك الجاملة والإيجابية وكل حبك لكن نسحي راسك يعني ديري نتوياج منطل نعم تنظيف عقلي وروحي لماذا؟ لكي يرسل لك السماء ما تحتاجين كانت قراءة جميلة بزف كانت قراءة جميلة لنرى ما هي رسالة الملائكة ورسالة سحرية تقول أترك الأشياء أترك الأشياء تستمر إلى النهاية حتى نهايتها يعني أترك الأشياء هكذا يعني من جديد السلام والوئام والتخلي والاستغناء خلي الأشياء تحدث كما يجب أن تحدث والثقة والإيمان بالله والكرت الثانية تقول شهر العسل من جديد لدينا الرحيل والصفر يعني تقتك أنت عزيزي برج العذرة والحركة والصفر البعيد البعض منكم سيعود لكن البعض الآخر لن يعود تقول شهر العسل يجب أن تقدر جمال الصفر مع الحبيب ربما البعض منكم سيسفر معه حبيبه والكرت الثالثة تقول شوي 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 بشوي شيئا فشيئا تخلى عن بذل مجهول كبير في السيطرة على الأشياء يعني ما تسيطرش على الأشياء والتحكم في الأشياء وستفتح لك الأبواب الأبواب السماوية هي كما ترون هي نفس الرسالة في الحقيقة نفس الرسالة يعني ندع الأشياء تحدث كما كتبها الله علينا كما كتبها القدر نعم يجب أن نؤمن ونثق بما كتبه الله لنا ونحمد ونشكر الله في كل الأحوال وخا كنت قراءة جميلة جدا كنت منا تكون ساعدتكم وتستفدوا من هذه القراءة وأتمنى أن تكون قد تساعدكم ولو شوي هذه الرسالة ولا تنسوا أن الطرط لنا يعني لا يعطي لكم حلول ولا يقول لكم كيف يجب أن تعيشوا هي فقط إشارات ورسائل رسائل لكي يعني لكي تعرفوا ماذا تفعلون ولكي تختاروا ما هو أفضل لكم في هذه الحياة كنت منا لكم الخير ياربي يحفظكم لي ياربي يخليكم لي الله يحميكم والله ياربي تتحقق كل أمنياتكم كان أحبكم بزرع وكان شكركم بزرع وكأنه كل نحن تكون بزرع